أهلا بكم من جديد إلى الملف السوري حيث قال مراسل الجزيرة في دير الزور إن 28 جنديا نظاميا و22 من مسلحي المعارضة السورية قتلوا خلال اشتباكات في محيط مطار دير الزور العسكري أضف مراسلنا أن قوات المعارضة صدت نجوما لقوات النظام خلال محاولتها استعادة السيطرة على قرية الجفرة المجاورة للمطار وقد قصفت قوات النظام أحياء الرصافة والصناعة والحويقة في مدينة دير الزور وردت كتائب المعارضة بقصف الأبنية التي تتحصن فيها قوات النظام داخل المطار قال مسؤول في الأمم المتحدة في سوريا أن 15 شخصا على الأقل ماتوا جوعا خلال الأسابيع الماضية في مخيم اليارموك للاجئين الفلسطينيين في العاصمة دمشق وقال كريس جانيس المسؤول في وكالة غوث وتشغيل لاجئين الفلسطينيين الأونروا أن أمراض سوء التغذية بدأت بالظهور منذ عجز المنظمة عن نقل المساعدات في شهر أيلول سبتمبر الماضي أضف جانيس أن الأمراض منتشرة بين نحو ألفي شخصا في المخيم قال متحدث باسم القوات النرويجية أن سفنتين العسكريتين النرويجيتين المكلفتين بمرافقة نقل الأسلحة الكيميائية السورية لتدميرها في البحر عادتا إلى قبرص بسبب تأخير في العملية لكنه لم يحدد موعدا لعودة السفنتين إلى سوريا يذكر أن الأمم المتحدة ومنظمة حضر الأسلحة الكيميائية أعلنتا أنه من الصعب تحقيق الهدف المرحلي بنقل المواد من شاطئ اللاذقية اليوم وأنه تقرر تأجيل الإعلان عن هذه المرحلة إلى بداية العام المقبل وحسب المنظمتين فإن الحرب في سوريا إضافة إلى مشاكل لوجستية والأحوال الجوية السيئة ساهمت في تأخير نقل العناصر الكيميائية إلى مرفأ اللاذقية اشتركوا في القناة